طب لو قلب ومفصل يقول لك الفلسفة بقى فلسفة الدكاترة بقى اللي علمونا استاذي وانا كنت نايب يقول لي لما يكون قلب ومفصل سيبوا موجوعة قال ليه بيه ليه اسيبه يقول لي عشان ما يتحركش من السرير ده طفل صغير وعنده ارتهب في القلب وانا عايزه يرتاح اي اي ان نعمة من ربنا التهاب المفاصل لو القلب متاخد تبقى نعمة من ربنا لان الوقت مش هيقوم طب ما انت بتقول له نام في السرير هيسمع كلامك وات سنه 12 سنة ده ارد هيسمع الكلام فهو يقول لك سيب المفاصل ما تعالجوش قوي عشان يفضل رائد في سرير لان العنوان رقم واحد في علاج التهاب القلب هي الراحة التامة في الفراش فدي من فلسفة الطب بتاعت زمان يقول لك التهاب المفاصل ده نعمة من ربنا للقلب ملتهم يبقى التهاب المفاصل سهل فرقوا عن اي نوع تاني من التهاب المفاصل معظم التهاب المفاصل يسيب اثر بيسيب اثر يعني الروماطايد بيسيب شكل مختلف انما الحمى الروماتزمية تيجي في المفصل الكبير المفصل المصاب احمر وارم وارم غير عادي يستجيب كويس جدا جدا للأسبرين ثم يترك المفصل كأن شيئا لم يكن دي نقطة مهمة جدا 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 ادي الرجل الاولاني مش احنا قلنا خمس رجالة ادي الرجل الاولاني اشخص به بس الواحده ما ينفعش يلاقيه له راجل معاه يجيب اتنين من الستات الخمسة التانيين اللي حتكلم عليه مين هو الرجل التاني بقى التهاب القلب ده اللي خطير جدا وعليه كلام كتير جدا القلب يا اخوانا مكون من ثلاث طبقات القلب مكون من ثلاث طبقات طبقه خارجيه غلاف سميك يحيط القلب اسمه الطامور غلاف خلي بالك من سميك يحيط القلب اسمه الطامور الطامور وظفته مش معروفه قوي لكن ممكن نتخيل تخيلها ازاي اقولك القلب ده في الشارع ده قلب ده في الشارع يعني ايه في الشارع بتنفس الهوى من الشارع ويخش في رئتين والقلب بين الرئتين محميهوش محميش القلب ده اللي في الشارع ده ده مفتوح الدنيا عليه فهذا الطامور احد وظائفه حماية القلب اي مكروب يجي في الرئة مالوش دعو بالقلب ليه الطامور سميك وتخين وطف جدا ما يفوتش مكروب اما تروح للجزار وتقوله ديني قلب لا يمكن يدهولك بالطامور وقللك ما تروحلوش تانين ما بيستويش هتقول ايه ده ده جزار ده وحش قوي ده بيبيع اكل ما يستويش تلاقيه راح قطع القلب من برا كده ومطلعه من حاجة وقطع الحاجة دي ورميه هادي الغلاف ده اسمه الطامور يبقى القلب مكون من ثلاث طبقات الطبقة الخارجية اسمه طامور طف جدا ودخين وما يفوتش حاجة ليه لان القلب فيه شارع فانا بحميه سبحانه الله مش انا يعني سبحانه الله ربنا بيحميه الطبقة التانية العضلة 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 اللي قعدة تعمل كده دي حد حسب بتعمل كم مره في عمره حد حسب قلنا بتحسبه عشان خطري عشان تقوله سبحان الله مكنة بتشتغل بانتظام من مية وعشرة الى مية وعشرين ألف دقه في اليوم من مية وعشرة الى مية وعشرين ألف دقه في اليوم احسب بقى يا مشاهد بتدي كام دقه في عمرك لو عشت ثمانين سنة رقم خيالي ما اجيش ده في اليوم فهذه العضلة قاعدة شغالة رايح جاي شغالة على طول كده ادي الطبقة التانية الطبقة التالتة حاجة نعمة خالص نبطن بيها القلب زي ما حميته من بره من اي حاجة تجيله حميته من جوه من التجلط كيف اعمله حاجة نعمة خالص بحيث الدم ما يلزقش عليه هذه الطبقة النعمة اوي هي اللي عملة الصمامات يعني هي تمشي كده وطرع عملة الصمام واللي فوق وهكذا فالطبقة الداخلية دي دي طبقة نعمة جدا جدا تزفلط الدم يتزحلق عليها يبقى عندي ثلاث طبقات طبقة خارجية نشفة جدا والعضلة والطبقة الداخلية الحمى الروماتيزمية عندما تعمل التهاب في القلب وتصيب القلب بتاخدت ثلاث طبقات ما بتاخدش طبقة واحدة بتاخدت ثلاث طبقات التهاب في الطمور التهاب في عضلة القلب التهاب في الغشاء المغلف للقلب طب يهميني ايه غشاء المغلف في القلب ده ما هي فجوة كبيرة لا ده هو اللي عمل السمامات يعني التهاب سمامات يبقى التهب الطمور اللي هو الطبقة الخارجية والعضلة التهبت والسمامات التهبت السمامات اللي هي بتفصل الأذين الأيسر عن البطين الأيسر والأذين الأيمن عن البطين الأيمن والبطين الأيمن عن الشريان الرئوي والبطين الأيسر عن الأورطة ده السمامات أهم حاجة في القلب وبالتالي التهاب السمامات خطير جدا يبقى ده الراجل التاني لو لقيت واحد مفصله تعبان وقلبه فيه مظاهر التهاب مظاهر مظاهر التهاب الطامور مظاهر التهاب العضلة مظاهر التهاب الغشاء المغلف الداخلي أخش أشخص حمى روماتيزمية وأنا مغمط تمام هي نقطة مهمة